لما لا فاز والخسر سيظل ملحق فالمباراة توريك شكلها تروح تعادل مباراة ودية صح يعني أنا برأيي أنه هكذا مباريات لأنه في كاس عالم لأحدا بدون الصاب لأحدا بدون بضبطوا أول شي رح يجرب بعض اللاعبين والصور رح يطيف فرصة كثيرا الاحتياطين اللاعبون أيضا لكن ممكن أساسيا بعدين ندخلهم لكن هي المباراة بصورة عامة أنا شوية مباراة احتفالية لكن لا تخرج بخسارة يعني هذا المهم أنا أصوره وحتى أسراء رح يفكرون لأستفكير لأنهم هم من نفس الشيء ثالث هم باقي الثالث رحين على الملعق وبالتالي وكأنهم المباراة يحاولون يجاهدهم كانهم منه بلا إصابات وبلا خسارة وأنا وأتوقع أن المباراة ستكون بالتعادل أبو سلطان بتوافع على موضوع التعادل لا أعتقد السعودية ستبحث عن الفوس ستبحث عن الفوس ويجب أن تبحث عن الفوس ليش يجب؟ يعني أنت كمان متأهل لأنه لازم أيوة متأهل أنت تعرضت على الخوف من الإصابات باقي سبعة شهور على كاس العالم يا أبو كرام وفيه دوري حيستكمل بعد رمضان ومعظم اللاعبين عندهم مشاركات سوية من خلال أنديتهم خاصة الهلال والشباب والتعاون والفيصلي يمكن أكثر شيء الهلال والشباب في لاعبين أنا أعتقد من وجهة نظر الشخصية أن السعودية تطمع بالفوز للاحتفالية أو لتحسين المركز العالم اليوم هو زي ما قال أخياس المزحر 53 يجب أن نكون أفضل يا أبو كرام حقيقة يجب أن يكون مركزنا بالعشرينات المفروض طيب